اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وسلامة اراضيه والحفاظ على امنه بعدها شدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر على اهمية الادارة الفاعلة التي ترتقي بمستوى الخدمات التي تقدمها القطاعات الحكومية المختلفة وبضرورة الاعتماد على الكفاءات والخبرات وعلى تجديد الرقابة فيها للنأي بها عن الاهمال واوجه القصور فمن غير المقبول ان يؤثر الاهمال والتقصير على مستوى وجودة القطاعات والخدمات وعلى الانجازات التي حققتها الحكومة في كل مجل وفي سياق ضيصلة فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الى التعامل بحزم مع الاهمال الاداري والاخطاء الطبية والتحقيق فيها واتخاذ اجراءات رادعة وعادلة بكل شفافية ونزاهة وحيادية في حال ثبوت اي اهمال او تقصير فيما يتعلق بواقعة وفاة الطفلين التي حدثت مؤخرا فيما كلف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزيرة الصحة برفع تقرير عاجل للوقوف على مستوى وجودة الرعاية والعلاج في المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الصحة والمقترحات اللازمة لتطوير واصلاح اوجه القصور فيها فلا يمكن القبول بأي تراجع في المستوى المتقدم للخدمات الطبية والعلاجية التي تقدمها الحكومة ويجب ان تصل للمواطن افضل الخدمات الصحية سواء بالمستشفيات الحكومية او الخاصة بعدها وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء كافة الوزارات والجهات الحكومية الى التعاون الوثيق مع وزارة شؤون الاعلام فيما يختص بما يثيره المواطنون عبر وسائل الاعلام والتواصل المختلف لضمان ان يكون الخطاب الرسمي الاعلامي سريعا وتنويريا امام الرأي العام من جهة اخرى فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بسرعة صرف التعويض عن الاستملاكات التي تمت للمنفعة العامة وذلك في اطار متابعة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء للاجراءات التي تتخذها وزارة الاشغال وشؤون البلدية وتخطيط العمراني في صرف التعويضات لمستحقيها على الاستملاكات التي تمت قبل صدور قرار مجلس الوزراء في شهر اغسطس الماضي والذي نظم خطوات قرار الاستملاك وضمان توفر الاعتماد المالي له بعدها نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول اعماله وقرر حيالها ما يلي وفق مجلس الوزراء بناء على توصية اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي وللعهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وفق المذكرة المرفوعة من وزير المواصلات والاتصالات باستحداث نظام الهيسري على التراخيص التي تصدر للشركات والمؤسسات لمزاولة نشاط سيرات الاجرى التاكسي وسيرات الاجرى تحت الطلب ووفق النظام اعلى يكون للترخيص للشركات لمزاولة نشاط سيرات الاجرى التاكسي او سيرات الاجرى تحت الطلب عن طريق المزايدة كما حدد النظام مشروطة ومواصفات المركبات التي ترخص في هذه الشركات علما بان النظام المذكور اعلى يسري على الشركات والمؤسسات فقط دون الافراد ثانيا حال مجلس الوزراء إلى اللجنة التنسيقية مقترحا لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بشأن الترخيص الشركات ذات رأس المال الأجنبي التي ترتبط بعقود معجهات وهيئات حكومية أو التي تنفذ مشاريع استراتيجية والتي يشترط القانون وجود شريك بحريني فيها ثالثا وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى استمرار الجهود لتوفير فرص عمل مشجعة ولائقة ومناسبة أمام البحرينيين وأن تبقى للمواطن الأفضلية في عملية التوظيف وعرب المجلس ضمن هذا السياق عن الارتياح في قدرة الاقتصاد البحريني على استقطاب الاستثمارات الجديدة حيث ارتفع حجم العمال الكلي في مملكة البحرين إلى حوالي 770 ألف بنسبة زيادة القدرها 7.3% سنويا إضافة إلى تحقيق نمو تصعودي في الرواتب والأجور عكسه وسيط الأجور في القطاعين الخاص والعام حيث كانت نسبة زيادة في وسيط الأجور 2.6% للقطاع الخاص و1.8% للقطاع الحكومي وذلك بحسب مؤشرات سوق العمل عن الربع الثالث من العام 2016 والتي تضمنتها المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير العمل والتنمية الاجتماعية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر